مرفع البنك المركزي أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس على كافة أدوات السياسة النقدية اعتبارا من يوم الأحد المقبل وهو القرار العاشر من بداية العام 2022 والثالث للعام الحالي ويشار إلى أن البنوك تقوم بتعديل أسعار الفائدة على القروض بشكل دوري كل ثلاثة أشهر فيما سمح البنك المركزي بمنح خيار للمواطن لاختيار ألية التعامل مع زيادة قيمة الفائدة إما بترحيل الزيادة إلى نهاية عمر القرض أو زيادة القصد الشهري وجاء قرار لجنة تعمليات السوق المفتوحة في ظل المسجدات الاقتصادية العالمية وللمحافظة على الاستقرار النقدي في المملكة فيما أكدت اللجنة ثقتها وارتياحها تجاه المسجدات المتعلقة بأداء الاقتصاد الوطني والمؤشرات النقدية إلى ذلك قررت اللجنة تثبيت أسعار فائدة القروض التي تمنحها البنوك ضمن برنامج إعادة تمويل القطاعات الاقتصادية الحيوية وقيمتها مليار واربعمائة مليون دينار عند واحد في المئة للمشاريع المستفيدة داخل العاصمة ونصف في المئة في باقي المحافظات ترجمة نانسي قنقر